موسيقى متتبعي قناة ستور تيفي أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع حلقتنا اليوم عن تسمين الدجاج عن طريق الاعتماد على الإضاءة والاستفادة من مياه الشرب فالجميع يدرك أن كل مربي الدجاج يشعر بنشوة وفرحة كبيرة كلما زاد إنتاجه وفي هذا الفيديو نلفت انتباه مربي الدواجين إلى الاهتمام ببرنامج الإضاءة وتوفر مياه الشرب للطيور حتى يتجنب إصابة قطيعهم بأي أمراض أو أوبئة نتيجة للإهمال في التربية أولا على مستوى الإضاءة تحتاج كتاكيد صيصان التسمين إلى الإضاءة ليلا ونهارا وذلك لمحدودية فترة التسمين ويجب أن تتم التغذية ليلا ونهارا اختصارا لفترة التسمين وعند اتباع برنامج الإضاءة المستمرة تتأخر الطيور في النمو وتطول فترة التسمين ويفضل اتباع نظام الإضاءة لمدة 22 ساعة فقط حيث تطفأ الأنوار لمدة ساعتين ويتبع هذا البرنامج ابتداء من الأسبوع الثاني من عمر الطيور حتى تتعود الكتاكيد على انقطاع الطيار الكهربائي فتتصرف بشكل سليم ولا تحدث لها إصابة يكون معدل الإضاءة المطلوبة 35 واط في فترة التسمين وعلى ذلك يجب مضاعفة قوة الإضاءة في المكان المخصص للتحضين حتى تتعرف الكتاكيد على المصاقي والمعالف بسهولة وتخفض قوة الإضاءة إلى أقل ما يمكن بقية فترة التسمين ينصح باستعمال مصابح إضاءة قوة 25 إلى 40 واط على ارتفاع جوج فصلة 5 متر ويعمل لها عاكس لانتشار الضوء إلى أسفل وتكفي هذه المصابح 25 مترا مربعا من مساحة أرضية العنبر أما بالنسبة للمصاقي ومعدلة مياه الشرب ففي فترة التحضين تستعمل المصاقي البلسيكية المقلوبة سعة 5 لترات بمعدل مسقة واحد لكل مئة كوتكوت يجب ملء المصاقي قبل ورود الكاتاكيت ببضع ساعات حتى تكتسب حرارة جو العنبر الدافئة ويحضر من تقديم مياه الشرب الباردة وفي الأيام الأولى من فترة التحضين وفي أشهر الشتاء الباردة يفضل ملء برميل من المياه ويوضع في العنبر لتسحب منه مياه الشرب الدافئة بعد أسبوعين يفضل استعمال المصاقي أو المصاقي التي تستعمل باقي فترة التسمين لتتعود الكاتاكيت على استعمالها وتخصص المعدلات الآتية لكل طائر إذا كانت المصاقي المستعملة مستديرة معلقة يخصص مصقة واحد لكل 80 إلى 100 طائر وإذا استعملت المصاقي الطويلة الأرضية يخصص جوز سنتيمتر من طر المصقة من ناحية واحدة أو واحد سنتيمتر من ناحيتين يجب أن يكون ارتفاع قاعدة المصقة في مستوى ظهر الطائر وعلى ذلك يجب رفع مستوى المصاقي كل أسبوع بما يتناسب مع ارتفاع الطائر يجب أن لا تزيد المسافة بين المصقة والمعلف أو المصقة والآخر عن المترين يجب أن تكون المياه متوفرة أمام الطيور ليلا ونهرا ولذلك يفضل عمل خزان للمياه فوق سطح العنبر استهلاك الطيور للمياه صيفا يكون أكثر منه شتاء وفي الأيام الشديدة الحرارة فإن الطيور تفضل شرب المياه عن استهلاك العالقة ولذلك يجب توفر أعداد كافية من المصاقي صيفا لمواجهة الاستهلاك الكبير لمياه الشرب كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم نتمنى متتبعي قناتنا أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة لا تنسوا للشراك في القناة ليصلكم كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر